دعم كبير يوليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه للشباب الكويتي والرياضيين ومتابعته الدائمة لجهودهم المبذولة وإنجازاتهم في مختلف المجالات والرياضات المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي بعطف الوالد وحزم القائد شهدت الكويت على دعم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لأبنائه الشباب والرياضيين في مختلف المجالات والألعاب والمناسبات دعم سموه حفظه الله ورعاه اللامحدود وثناءه القزير على أبنائه وحرصه على لقاءهم ونصحهم وإرشادهم قبل الإنجاز وبعده لم يتوقف ولم ينضب فسموه دائما ما كان الدعم الأول للشباب والرياضيين وقدوتهم في العمل الجاد من أجل تحقيق الأهداف ورفع عالم الكويت عاليا حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أولى اهتماما كبيرا في الشباب والرياضيين الكويتيين وليست دورة الألعاب الأسيوية الأخيرة في الصين عنا ببعيد فإلى جانب العمل على تطوير أواصر التعاون وبث السلام والمحبة بين شعوب المنطقة وتوقيع اتفاقيات لمشاريع حيوية للبلاد حضر حفل الافتتاح ليكون عونا وداعما للشباب والرياضيين الكويتيين قبل انطلاق الألعاب وكان لحضور سموه حفظه الله ورعاه اللافت أثر عظيم في إشعال الحماس بين الرياضيين الكويتيين الذين تمكنوا من تحقيق عدة ميداليات ومنها ميداليات في منافسات لم نعتد الفوز بها من قبل سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه أكد دائما في لقاءاته مع الشباب والرياضيين أن ثروة الوطن الحقيقية تكمن في أبنائه شبابا وشابات وبأنهم العقول النيرة والسواعد الفتية والركائز القوية التي ينهض بها الوطن ليحقق مزيدا من الطموحات والغايات وكان سموه وحفظه الله ورعاه كثيرا ما يثني على الشباب والرياضيين عند استقبالهم وتكريمهم مذكرا إياهم بأن الأداء المتميز وما تحل به من عزيمة وإسرار وروح رياضية يعكس الصورة الحضارية المشرفة للرياضة الكويتية سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لم ينسى خلال دعمه للرياضيين أن يوجه المعنيين في الرياضة بوطننا الحبيب إلى الاستمرار في أداء مهامهم بإخلاص وحسن تخطيط والمتابعة للنهوض بالرياضة الكويتية في كافة المجالات